اشتركوا في القناة مع الكابلات التي يتم ربطي بها التلفاز مع الهاتف لكن ليس جميعها تتوافق مع الهواتف هناك فقط بعض من الكابلات التي تتوافق مع بعض انواع من الهواتف بالتالي حتى تستطيع ربط الهاتف بالتلفاز بدون الكابلات وعبر الواي فاي فاشتريتنا شخصيا كرومكاس التي هي مقدمة من شركة جوجل هنا في اسبانيا بـ 8.40 دولار ونشرح كيف يتم ربطها بالتلفاز وربط الهاتف بالتلفاز بدون الحاجة الى الكابل وعبر الواي فاي عبر هذه القطعة التي يمكنك ان تجدها صراحة في بلدك فهي منتشرة في حول العالم 8.40 دولار تقريبا مشتريتها هنا في اسبانيا ممكن ان تكون الثمن اقل في بلدك هذا هو شكل القطعة سوف اضع لكم من المنسبة يظن روابط كثيرة اذا كنت ترشي عبر الاترنت اسفل الفيديو هاتي القطعة التي يتم ربطها بمنفذ HDMI كما تشاهدون على التلفاز اول شي سوف تقوم به هو ربط يعني كرومكاس بالتلفاز عبر منفذ HDMI كما تشاهدون طيب بعد تشغيل التلفاز احباب الله كما سوف تشاهدون سوف ناخذ يعني الهاتف ثم نقوم بتحميل تطبيق كرومكاس يعني عبر بلاي ستور سوف تجده طبعا الحال عبر بلاي ستور نقوم بالضغط عليه ثم بعد فتح التطبيق طبعا الحال سوف يطلب منك وضع الباسورد الخاص بالواي فاي ثم بعد ذلك سوف يظهر لك كود يعني هنا في شاشة التلفاز وسوف يظهر لك ايضا على شاشة الهاتف تقوم بتأكيده بالضغط على يعني فعلا هو الكود الصحيح وخلاص سوف يتم الدخول الى وجهة بالشكل فلاحظوا معي بانه يمكن لي مثلا ان اظهر شاشة هاتفي سوف نظهر نقوم بإظهارها يعني بعد قليل على التلفاز وايضا مثلا يعطيك مثلا تشغيل مواشا اليوتيوب اذا كنت تريد ذلك ويظهر شاشته يعني في الشاشة التلفاز مثلا اذا كان لدي مقطع يعني اريد يعني تشغيله كسبيل المثال مثلا هذا المقطع كسبيل المثال ثم نضغط على بعد تشغيل المقطع سوف تجد اتي الايقونة هنا كما ستشاهدون بالضغط عليه سوف نضغط على كروم كاس يعني مواشا ثم تلقائيا سوف تظهر لك شاشة اليوتيوب على التلفاز احباب في الله كما تشاهدون اه بطبع الحال يعني مثلا اخذ يعني فيديو اخر كنموذج اه يعني مثلا كما تشاهدون سوف يتم اظهار يعني هذه الاشياء جميعا هو نفس الشيء الذي يظهر يعني هنا احباب في الله طبع حال يتم عمل بوز للشاشة اه بالتالي فهذه الطريقة احباب في الله التي احببت ان اشاركها معكم اه حتى تقوم بطبع الحال بازالة او اظهار يعني شاشة الهاتف ففقط تقوم بالضغط هنا في الاعلى ثم تضغط على كاس كرين هنا كما تشاهدون نختار يعني كروم كاس هنا كما تشاهدون ونضغط على دون يعني خلاص والحين يعني تم يظهار شاشة الهاتف على التلفاز احباب في الله بطريقة يمكن لك الدخول الى يعني الدخول الى مثلا بعض التطبيقات والالعاب ومشاهدته ومشاهدة ملاعب يعني بشكل افضل وتشاهدون فتم اظهار شاشة الهاتف وهذا كله عبر الواي فاي احباب في الله هذا ما اريد يعني انه شاركه معكم في هذا الدرس الجديد اه ان شاء الله سوف اضع لكم درس اخر حول طريقة ربط يعني شاشة الهاتف بالتلفاز بدون شراءة القطعة لكن يعني في الاجهزة سمارت تيفي يعني اذا كان لك جهاز سمارت تيفي او تلفاز سمارت تيفي وهاتف ذكي فيمكن لك ربط هذه الاشياء جميعا بدون الحاجة الى شراءة القطعة وبالنسبة الاخوان بتبع الحل الذين ليس لديهم سمارت تيفي فسوف تحتاج الى هذه القطعة اذا كنت تريد ربط الهاتف بالتلفاز ومشاهدة جميع الاشياء الموجودة في الهاتف على التلفاز لعب العلعاب يعني بشكل ممتع يعني من الهاتف مواشرة على التلفاز اراكم ان شاء الله في مواضيع جديد لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا دول الفيديو الى بونتك لخمسة بونتكو والانبالغة سحتي على فيسبوك وفيسبوك كنتكم صلح وحارف الصاميح اشتركوا في القناة